اهلا بكم مشاهدين الكرام وصلت دفعة جديدة من قتل قوات النظام إلى ريف دمشق خلال الأسبوع الماضي قضوا جراء المعارك الدائرة مع فصائل المعارضة في الشمال السوري على محاور ريف اللاذقية وإدلب وأفاد مراسل حلب اليوم في دمشق بمقتل ستة عناصر من قوات النظام خلال الأيام الأربعة الماضية في ريفي إدلب واللاذقية وأنه تم تسليم جثثهم لذويهم في بلدات الغزلانية وسبينة واجديدة الفضل وبلودان والضمير ودربل مشهيرا أن بعض الأهالي أبلغوا بمقتل أبنائهم من أصدقائهم على الجبهات في حين يتكلم النظام عن مقتلهم ويتحفظ عن الكشف على مصيرهم قتل وأصيب عدة مدنيين صباح اليوم الخميس جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بريف حلب الشمالية وقال مراسل حلب اليوم إن تسعة مدنيين قتلوا في حصيلة أولية بينما أصيب ثلاثون آخرون نتيجة الانفجار الذي ضرب وسط سوق الهال في عفرين أضيفا أن النيران اشتعلت في محطة المحروقات وأدت لأضرار كبيرة بممتلكات المدنيين هذا وقال مراسل حلب اليوم إن طفلة ووالدها قتلوا فيما أصيب آخرون بقصف جوية روسي على مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي وأضاف مراسل حلب اليوم أن قصفا جويا روسيا مماثلا استهدف قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي ما أدى لمقتل مدني ووقوع جرحى من جهة أخرى قال مراسلنا إن انفجارا وقع في مرسين بريف إدلب الجنوبي وأدى لمقتل مدني وإصابة آخرين ذكرت وكالة برومبرغ الأمريكية في تقرير لها أن روسيا باتت في مأزق كبير بعد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على حقول النفط شرقية سوريا وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي بات يواجه تحديا ماليا في سوريا نتيجة انسحاب أمريكا من مناطق واسعة شمال شرقي البلاد وتركها تتحمل الأعباء المالية لتلك المناطق مضيحة أن إبقاء واشنطن قواتها لحماية النفط حرم روسيا والأسد من الوصول إلى الموارد المالية التي يحتاجونها من جهتها نددت إيران وروسيا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإبقاء على وجود عسكري قلب حقول النفط شمال شرقي سوريا وثار اقتراح ترامب بإدارة شركة إكسون موبل أو شركة نفط أمريكية أخرى حقول النفط في سوريا انتقادات من خبراء قانونيين في مجال الطاقة فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القرار استغلالا لموارد الطاقة بشكل غير قانوني سيطر الجيش الوطني السوري على تسع قرى بمحافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية وقالت وكالة سمارت إن الجيش الوطني سيطر على القاسمية والمحمودية وخربة جمو ورجلة حمرة لتنتقل المواجهات بعدها إلى قرى أخرى في ريف بلدة تلتمر وسط تقدم للجيش الوطني فيما ذكرت وسائل إعلام النظام أن الجيش الوطني سيطر على العزيزية والريحانية وخربة قراج والافتصيلية والعبوش التابعات لرأس العين وتلتمر نهاية الموجز دمتم بخير وإلى اللقاء